مخلصينها المسؤولات المنتهية بالحادثة التراجيدية والمأساة الوطنية وصف كبار المسؤولين الإسرائيليين حادثة مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين خطأاً بنيران الجيش الإسرائيلي بينما كانوا يحاولون الفرار من أسر حركة حماس في حي الشجاعية حالة النقمة والغضب التي أثارتها هذه الحادثة لدى الجمهور الإسرائيلي وعائلات الأسرى ترافقت مع رفع مستوى الخشية من أن يلاقي بقية الأسرى في غزة المصير نفسه لا يوجد وقت إذا كنا نريد إعادة المخطفين أحياء يجب علينا أن نعقد صفقتنا الآن على إسرائيل أن تبادر فانتظار الصنوار يعني أننا سنتلقى مزيداً من الجثث يجب الدفع من خارج الصندوق وإلا فإن هذه الحكومة ستوقع على إعادة الجميع في توابيت نزول عائلات الأسرى لتظاهرات ليلية فور سماع نبأ مقتل أبنائهم ليلة الجمعة وتعهدهم بالتصعيد في الشارع ليلة نهاراً للضغط على الحكومة ترافق مع توسع مروحة المطالبين بتعديل سلم أولويات الحرب ووضع قضية الأسرى في رأس قائمة أهدافها صورة النصر هي إعادة كل المختطفين قبل أي شيء لذلك يجب التذكير طوال الوقت بأن المختطفين هم على رأس قائمة الأولويات وفيما قال معالقون إن عائلات الأسرى لم تعد تصدق أكاذيب المسؤولين الإسرائيليين بشأن إعادة أبنائهم أحياء لفت آخرون إلى أن حادثة مقتل الأسرى الثلاثة خطأاً على يد الجيش الإسرائيلي أثبتت فشل السياسة التي انتهجتها قيادة الحرب والقائلة إن الضغط العسكري وحده سيعيد الأسرى من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر